السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم مصطفى من قناة مقامن يو واليوم رجعكم في حلقة جديدة في لعبة قهر أونلاين طبعا قبل ما نبدأ ياريت إذا ما كنت مشترك في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس لأصلك كل جديد ولا تدع فيديواتنا تريك عن واجباتك الدينية والدنيوية وخلونا نبدأ في هذه الحلقة المهم خلونا نبدأ بدون فلسفة طبعا حياكم الله للشباب اللي جاين هنا أنا والصراع على الأخ اسمك اندهار راد يجي إلى هذا المكان أيضا لكن ما أعرف ليش ما يقدر يجي إلى هذا المكان إن شاء الله يطار معنا في حلقات ثانية محمد عامر أيضا قال لي أنه يذكر اسمه والأخ الثاني دمار أهلا فيكم كلهم وحياهم الله وإن شاء الله اللي يريد يتصور وياه في بداية أي حلقة إن شاء الله طالما المهرجان هذا موجود مثل ما قلنا راح أجي هنا أبدأ التصوير وحيا الله كل واحد يجي وياهنا على هذا المكان أنا طبعا أكتب عبر السيرفرات أنه أنا راح أجي بهذا المكان قبل ما أبدأ التصوير فأي واحد يريد يجي خلي يتفضل وقبل ما نبدأ في هذه الحلقة أنا حصلته وهو راح تلاحظون أنه اسم الحلقة أصلا على هذا الموضوع خلوكم وياه هذا المقطع وراح نرجع لكم وراه إن شاء الله فانتظرونا شوية وراح أرجع لكم مرة ثانية لا تغيبون حتى لا يفوتكم شوبة شعري الجميع مرحبا مرحبا طبعا حاليا جماعة الجواهر البرتقالية وانا هالس مثل ما تلاحظون خلونا نروح على الصفحة شوي حاليا أنا مكمل كل الأماكن وبعد لي فقط أحط هاي الجواهر البرتقالية هنانا فهنحط الجواهر البرتقالية هسه بمكانها ونشوف شنو راح ينطينا الصندوق قول بسم الله الحصول على الأنيمة لقد وضعت هذه الياقود داخل الأذهب تحصل على الأنيمة خاصة بك قول بسم الله أنيمة مستوى تسعة ما شاء الله يعني هاي أنيمات اثنين مستوى تسعة حصلت معنى الكلمة يعني ممكن أنه أحصل أنيمة مستوى داعش لأنني قول لك ممكن تحصل مستوى داعش لكن مو مهم هسه حاليا أخذنا مستوى تسعة ما شاء الله ونقدر نترس الجواهر مرة ثانية ونأخذ جائزة مرة لخ شي جميل الصراحة الصراحة لو أعرف بهذا الشي كان جماعة أكثر من هذا الشي العموم طبعا لو تلاعظون هسه النقاط مالتي 8850 وصلتها ويعني ممكن باشر بإذن الله راح أوصلها إلى 10 ألاف وحصل اللي هي المرآة ما تصير متطورة أخذ هذا الليمون ويخالي المرآة مالتي متطورة شكرا جزيلا لكل المشاهدين وخلونا نبدأ صاحبي الجوكر حيا الله ومنور القناة طبعا هذا كان من ألد الإعدائي في اللعب العلم بعدين منا نسرق حساب أبو حامد ما أدريش إنه صار اتصار فينا وصرنا أصدقاء حاليا وهو يعني قاعد نساعد بعضه هواية فحيا الله ومنورنا والصراحة ألف مبروك علي أنه روبط VIP أربعة البارحة وإن شاء الله في تقدم مستمر طب راح تلاعظون أنه نقاط المالة كامالتي راح تزيد فشوفوا هسه طبعا مستعدين للمفاجأة واحد اثنيا ثلاثة بارا اربعمية وتسعة وعشرين باقي لنقطة وراح اصير اربعمية وثلاثين وهاي الجناح عصا راح اوصل الى اثناعش وراح اصير اربعمية وثلاثين متخيلين الرقم أنا ما عارف الصراحة صار ليش قد من سوات الحلقة اللي هي وصيت الى اربعمية وعشرين لكن ما صار لفترة طويلة والآن راح اوصل الى اربعمية وثلاثين بفضل الله تعالى وحمدي فصراحة اني اود اشتاء اشكر اي واحد ساعدني خلال فترة الرجوع ماتي لللعبة والف شكر لكم انتم الجمهور اللي قاعد تساعدوني وتدفعوني من ورا حتى اتقدم اه اتقدم هيش هذه الحاسبة اتقدم هيش تمام على المهم طبعا خلي نبدأ في هاي حلقة اه قبل ما نطول الموضوع اكثر من هيش بس اه طبعا حبيت انه اشارككم هذا الموضوع انه النقاط مالتي وصلت اربعمية وتساعة وعشرين والحمد لله المهرجان هذا جدا رائع وانصحكم انه تستغلوا احسن استغلال تقدرون عليه فخلونا نبدأ في المهرجان اللي نزل اليوم ونبدأ في الشراح ان شاء الله طيب اول شي في هذه الحلقة اللي فيه اليوم اه نزل هذا هنا المفروض اكو اه مصباح هنا لكن مختفي ما ادري شنو السالفه فيقول لك انه هاي المهرجان راح نشعلكم اياه بشكل سريع ان شاء الله يقول لك انه هذا على مود الفيروس في مال كورونا والله يحفظكم يا رب كلكم من فيروس كورونا ودير بالكم احد يطلع بره تالى الفيروس ايش يعني مترصد اي واحد بس يطلع من بره قوال يأكله فخلوا بالكم واذا اطلعتوا بره فاطلعوا فقط للضرورات عدم الخروج وقت الامطار الا للضرورة اه الخصوة اه هذا المهرجان هذا الفيروس يعني فيقول لك انه تقدر تقدم اه دعاء وتحصل جوائز ايضا من هذا المهرجان يقول لك اذا قمت باستخدام واحد ضوء الامل اللي تقوم بالدعاء يمكنك الحصول على باقة امنية العام هاي الباقة ممكن تنطيك حجر بلاس خمسة او ميدالية عشرة مليون مساهمة في مالة النذالة اه نبالة نذالة اللي هذي يعني هاي اللي تخليك كونت ودوق وهاي تسوالف طبعا اذا قمت بالدعاء عشر مرات يعني تستعمل عشرة من ضوء الامل راح تاخد باقة نجمة الامل اللي هي راح تنطيك تقريبا نفس الجوائز مال قبل شوية تقريبا هي نفس الجوائز يعني ماكو فرقة هواية لكن ممكن يعني نسبة انه تنطيك الجوائز تزيانة اكثر اه واذا قام السيرفر كله بتسليم تسليم عدد معين من ضوء الامل راح يتحصل على هذه الباقة باقة الدعاء الموحد بالاضافة الى ذلك طبعا باضافة الى ذلك هذا الشي هي شي ثاني راح هاي تنطيك حجر زائد ستة او باقة طلسة مصفر نادر او حجر نجم باهر يقول لك لازم اه خمسمائة ضوء امل تسلمون على مودة تحصل هاي باقة الدعاء الموحد اللي يسق لنا لكم يا قبل شوية حاليا الف ومية واربعة وسبعين مرة قاموا بالدعاء فلازم توصل هي لما نتوصل خمسمائة راح تاخد باقة الدعاء الموحدة هذي ومن توصل الى الف وخمسمائة راح تاخد وحدة ثانية من توصل الى ثلاث تلاف وهكذا حاليا نقدر اسويله طيب راح نقول لا استلام جائزة السيرفر حاليا نطاني هذي اللي تنطيك حجر زائد ستة هانا فلاح طلب حجر زائد ثلاثة ممتاز ممشكلة طيب ثاني شي مين راح تحصل على ضوء الامل هذا ضوء الامل هذا راح يجي من عدة اماكن طبعا للعلم باقة تسجيل الدخول اليومي راح تنطي لك ضوء الامل سبع رموز طاقة راح تنطيك خمس باقات ماية المهرجان لكن هاي الباقات شنو راح تنطيك ما راح تنطيك ضوء امل راح تنطيك من هاي البطاقات هذه البطاقات راح تجمع من عددها من كل نوع واحدة اذا جمعت من كل نوع واحدة راح تنطيك ضوء امل يعني تجمع من هاي واحدة وهاي واحدة وهاي واحدة والاخيرة واحدة تستدوس عليك لك يمين راح ينطيك واحد ضوء امل لكن من كل واحدة واحدة لازم هذا ايضا طريقة طبعا بالنهاية باقة غنائم الدنيا راح تنطيك خمسة باقات راح تنطيك منها ذني بشكل عشوائي وسبع رموز ايضا راح تنطيك باقات تفتحها تنطيك منها ذني بشكل عشوائي بعدين اما تحصل ايضا مرة ثانية راح تدروح على الجزيرة التنين او الارض الخالدة تقتل هناك وحوش راح تحصل من هذا الباقات ايضا نفس الباقة اللي راح تنطيك منها هذه منها هذه البطاقات لكن مع الاسف ان انا مسوي المهرجان اليوم بس صراحة انا قلت يعني انه يعني اسويكم شرح بشكل سريع لانه المهرجان تقريبا ما يحتاج لشي اكثر من هيشي المهم اما تكتلوا حوش هنا او في الارض الخالدة راح تنطوك من هاي الباقة اه اليك في اليوم كحد اقصى عشر باقات من هذه الباقة تفتح الباقة تنطيك بشكل عشوائي من هذه البطاقات تدمجها راح ينطيلك من ضوء الامل ضوء الامل تستعمله عند ذاك المشعل اللي كنا يمه بالبداية راح ينطيك جائزة عشوائية طبعا خلنا نذكركم فاتشي قبل ما نكمل شرح هذا المهرجان لما نتسوي قم بالدعاء ويكون عندك ضوء امل راح يقول لك انه انه انت تقدر تدفع 150 الف فضة تقدر تدفع 150 الف فضة بالاضافة الى ضوء الامل اللي راح تنطيل هذه الشعلة هذه راح ينطيلك جائزة افضل الصراحة اني سويت هاي الخطوة نطاني باقة فتحتها نطيتني 200 نقطة طاقة وفتحت وقت واحدة ثانية بدون ما ادفع 150 الف فضة نطاني 200 نقطة طاقة فالصراحة انت وحظك يعني فقط هذي لما انت تدفع 150 الف فضة راح تنطيلك فرصة اكبر انه تحصل جائزة زينة من الباقة فقط يعني انت وحظك ممكن تحصل شي زين او ممكن تحصل شي خايز هذا بالنسبة لهذا المهرجان وخلي نشوف المهرجان اللي ورا اللي نزل ايضا اليوم شجرة الدعاء طيب عن هذا المهرجان نازل من قبل فصراحة المهرجان يعني موها القد زين العموم راح نشرحها في كل الاحوال طبعا من تفوت اللعبة تستعمل رموز الطاقة راح تجيك خمسة جوهرة تروح مثل هذه جوهرة تروح راح تجيك خمسة هذا شي وشي ثاني من تشارك في الحلبة فراح ننعبش كم جولة ها تمام هسا حاليا بس عمود نشوفكم يعني هاي الباقة راح تنطيك من جوهرة الروح يقول لك هاي تقدر تحصل منها خلال هذا الموضوع باقات الساحة راح تنطيك الى حد ثمانية في اليوم فقط فهاي جوهرة الروح تاخذها توديها الى الشجرة هذه شجرة الدعاء كلها تنمية الشجرة وتنطي جوهرة الروح طبعا لو تلاحظ انه تقدر تنطي اشياء الثانية عمودة تنمي الشجرة هذه كرة تنين تنطي عشرين نقطة نمو ميت سيبي ينطي عشرين نقطة نمو والى اخره ميت سيبي مقيد طبعا لفات نيازك الى اخره الى اخره الى ابلاب لاب لاب هسعى ان نطي لحنا من هذه حاليا طبعا لو تلاحظون مقدار تقدم النمو سبعة وعشرين الف وثمانمية وستة وعشرين هو يحتاج ستة وثلاثين الف حتى يزيد المستوى ما لها من يزيد مستوى الشجرة كل واحد نقطة جوهرة الروح او اي شيء ثاني على مده ينمي الشجرة راح تجي لهاي الجائزة افتحها تحصل على ثلاثة حجر نجم شفق كرة خبرة وجوهرة طلسم اصفر اثنين جوهرة طلسم اصفر ترتيب النمو اليومي طبعا هذه الترتيب ايضا الى جوائز طبعا يقول لك لازم يكون نقاطك اكثر من ثلاثمية حتى تقدر تدخل الى الترتيب لكن اللي ملاحظة انه اكواد هنا داخل الترتيب هو النقاط مال تميتين واربعة وثلاثين شر رهمت هذه ما اعرف الصراحة العموم هسا ما هي الجوائز الجوائز مثل ما تلاحظون الاول خمسين سي بي مقيد وياها ثلاث عجر نجم ساطع ونقاط طاقة وحبات تجريب خبير يعني الجوائز الصراحة افهى وهي فقط ثلاثة يقدرون يحصلون هاي الجوائز يعني الترتيب فقط من ثلاثة وليس عشرة الشيء الثاني الجوائز اللي راح تحصلها من خلال تقدم مستوى الشجرة واللي هو يعني فهذا شيء صعب بالصراحة جدا يعني صارها ثلاثة يام يمكن هذا ثلاثة يام لا من البارحة المهرجان هذا موجود والى الان التقدم مالها موصل الى المستوى الاول دخل نشوف بس الجوائز اللي راح نحصلها من خلال تقدم مراحل النمو في الشجرة ونشوف شنية الجوائز لو تلاحظون هسا هذه صفحة الحدث اللي هو مال شجرة الدعاء طبعا مثل ما قلنا لكم تقدرون تنطون كرة تنين وتنطون اشياء اخرى ثانية حتى تقدمون نقاط النمو لكن فقط لمرات محدودة للعلم يعني كرة التنين تقدر تنطي خمسة فقط فيها اليوم تزود خمسة واربعين نقطة كل كرة وتسيب المقيد والى الاخره الاخره لاب 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 حاليا عندنا احنا جينا على مود نشوف شنو اللي راح نحصله من اذا تقدمت تقدم مستوى الشجرة عندما ترقيت اه الشجرة يمكن ليبطاني لتسلمها طيب اول جائزة اللي هو في المستوى الاول راح تاخذ هاي الجائزة اللي شفناه قبل شوية ثاني جائزة راح تحصل هذي الجائزة جواهرة تحفظ اللي هي مالها اي لازمة فرد نوم جرعة خبرة شد جواز التافم راجعينا على قهر في ايام الفين يا الفين في ايام الف وتسعمية هاي الجواز جرعة خبرة من هو قام يستعد الجوهرة تحفظ جرعة خبرة كرة خبرة ومن هو يستعمل هاي الشغلات اصلا بس اخفر الله العظيم خلو الوعد يطوج من تصل الى مرحلة اربعة راح تقوم احتاج لها ايام تنطيلك حجر رص ثنيا و الجواز تتوقع الجواز تافى يعني اكثر من لازم حجر زال ثلاثة لفات نيازك مقيدة حتى مو حرة يعني تيذلك بيها طيب من توصل الى مرحلة عشرة راح تقوم تنطيلك من باقة الدعاء التغذية اه ومستوى داعش ومستوى اثناعش راح تنطيك من باقة دعاء التغذية هذي باقة الدعاء التغذية قولك انه الجواز اللي الحط عليه من هاي الباقة حبة حيوى تقدر تأخذ على شغلة من هاي الشغلات تنطيك ممكن حجر بلاس خمسة او خمسمية اه مية سي بي مقيد جواز تافى ايضا الصراحة. من توصل الى مستوى 13 اربعة طاق 15 لا تنطيك باقة الدعاء الاستثنائية. ويقول لك ان انا انا تقدر تحصل من باقة الدعاء الاستثنائية على حجر بلس اربعة. خمسمية سي بي مقيد. او حجر زاد خمسة عشرين طلسم عشوائية. جوهر الطلسم عشوائية. اللي يتطور بها الطلسم. و جوائز تافه ايضا. صراحة المهرجان كله تافه. انا غلطان اصلا انه اسوي بشرح عن هيتش مهرجانات تافه. للتوضيح فقط اه في هذا اليوم يعني صارت اكو تحديث لمهرجان كذبة ابريل. في كل يوم تجي الدخول راح تلقى هنا راح تلقى هنا الباقة الباقة تقوم ترقص هنا اه هذه الباقة راح تنطي لك عشرين جزء اه خريطة كنز. كل يوم اي حساب يدخل الى اللعبة رايحصل عشرين قطعة خريطة بدون ما يسوي اي شي. فهذه مساعدة من الجيم تقريبا عمود الناس يعلون نقاطهم في المهرجان او ما عرف يعني هدية من عنده وشكرا جزيلا الى. اه اعتقد ما بقى الشي هسا حاليا هذا الذي كان عندنا اليوم في الفيديو اتمنى بديكم اعجبكم اذا كانتك ما يسئل اكتبوا انيها اسفل الفيديو. اه راح نقول لكم اما تعرفت شغلة. والله شو رايكم بشعري. ابلع ديس لايك. طبعا اه رجان لا حد يحط ديس لايك. وتقبلوا رأيي الاخر. يعني انا رأيي انه شعري حلو. فما ادري. عد ذا رايكم انتو شو رايكم بشعري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كرونة ننصحك باتخاذ الاجراءات التالية. سبسكرايبو لايكو كومنتو واغسل يديك قبل الاكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات. اشتركوا في القناة